الخطبة الخامسة للشهر ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بيذنه وسيرا جم منيرا أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أسعدكم الله بالسحبتي أوليائه والسلحائه الكرام بَا دِرُوا إِلَا بْتِغَاءِ الْوَسِيلَةِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ وَعَلَمُوا أَنَّ الْأُسُولَ إِلَى اللَّهِ وَلِقَائِهِ لَا يَحْسِلُ وَلَا يَتَ يَسْرُ لِعَحَدٍ بِدُونِ التَّوَسُلِ بِالنَّبِيِّ وَالصَّالِحِينَ فَإِنَّهُمْ وَاسِطَةٌ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ السَّالِكِينَ قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَبَتَّقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ قال صاحب تفسير روح البayan وهي علماء الحقيقة ومشائق الطريقة وفي الباب أحادث كثير فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما عرفت لي فقال الله تعالى يا آدم وكيف عرفت محمد ولم أخلقه قال يا ربي لأنك لما خلقت نبيادك ونفقت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوايم العرشي مكتوبا لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تدفس مك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لا أحب الخلق إليه ودعوني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك رواء الحاكم في المستدرك وعن شريح شريح بن عبايد رضي الله تعالى ذكره لشامعين دعالين وقيل إلعنهم يا أمير المؤمنين قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأبدال يقولون بالشام وهم أربعون رجل كلما مات رجل أبدال الله مكانه رجل يسقى بهم الغيس وينتصر بهم على الأعداء مكانه رجل يسقى بهم الغيس وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب ورواه أحمد وعن عثمان بن حنايف رضي الله تعالى أن رجل ضرير البصر آتا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله تعالى أي عافيني فقال إن شئت دعات وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعوه قال فأمره أي توضع فيحسن الأذوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي لياقضي لي في حاجتي هذه اللهم فشفعه في رواه الترمذي فسبت بما سبق أن أن التوصل إلى الله وهو الاستغاسة إليه بالأنبياء والعلماء الصالحين جائز بل مستحب لا ريب فيه اللهم إنا نسألك بنبيك ونبي الرحمة وبي عبادتك الصالحين أن تجعلنا من أهل السعادة في الدرين بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر